كيف يحدث الحمل؟ يحدث الحمل عندما تلتقي الحيوانات المنوية القادمة من الذكر بالبويضة المنتجة في رحم الأنثى عندما يحدث الالتقاء الناجح بين الطرفين إذ يتراوح عدد الحيوانات المنوية من 15 مليون إلى أكثر من 200 مليون حيوان منوي لكل مليلتر مكعب من السائل المنوي يموت عدد كبير من الحيوانات المنوية في طريقها إلى البويضة عندما تصل الحيوانات المنوية إلى الرحم يختار نصف عدد الحيوانات المنوية الاتجاه إلى المبيض الأيمن والنصف الآخر إلى المبيض الأيسر وذلك لاحتمالية وجود البويضة في أحد المبيضين تكون بنسبة 5% تموت الحيوانات المنوية التي تصل إلى المبيض الذي لا يحتوي على البويضة لأنها لا تجد شيئاً بانتظارها الأهداب الكثيفة لقناة فالوب تعيق الحيوانات المنوية من التقدم يمكن أن تعيش الحيوانات المنوية داخل جسم المرأة لمدة تصل إلى حوالي خمس أيام تقريباً ويساعدها ذيلها المتحرك في التقدم اتجاه البويضة يحدث الإخصاب عندما ينجح أحد الحيوانات المنوية في الوصول إلى البويضة واختراق غشائها بالنظر إلى أن غشاء البويضة هو غشاء قاس جداً ولا يستطيع حيوان منوي اختراقه بشكل منفرد يتجمع عدد كبير من الحيوانات المنوية معاً ويقومون بإفراز إنزيم معين يقوم بعمل ثقب صغير في غشاء البويضة الخارج وفي النهاية يسمح لحيوان منوي واحد بالدخول إلى البويضة وإخصابها تقوم البويضة بعد أن يدخل الحيوان المنوي الذي ينجح في الوصول إلى البويضة بعملية لحام للغشاء الذي تم اختراقه وتمنع من دخول حيوانات منوية إضافية الحيوان المنوي الذي ينجح في الوصول إلى البويضة يكون حيواناً منوياً قوياً جداً لذلك يكون هو الفائز بالبويضة وهو الذي يقوم بإخصابها بعد وصول البويضة إلى بطانة الرحم تبدأ عملية نمو الجنين التي تستغرق أربعون أسبوعاً مراحل تكون الجنين الأسبوع الأول